السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع أعتقد أن اليوم المية وواحد وعشرين في الحرب على غزة ولليوم الأهل هناك صامدين المقاومة صامدة واليهود بس يفرجون وجههم الحقير مش قادرين مش قادرين ينفذوا ولا هدف من أهدافهم على كل حال نحن نحكي سياسة جاي نحكي تقنية بس نذكر أخوان دعاءكم مهم دعمكم مهم مشاعركم تجاه الناس مهم الله يزيكم الخير واللهم منصر أهلنا في فلسطين إذا عندك سؤال يلي تكتب لي في التعليقات تحت إن شاء الله بحاول أجابه في فيديو قادر هذا هو الهاتف Nothing Phone 2 استخدمته فترة طويلة والناس سألني هل هذا الجهاز gimmick يعني بس معموله إعلانه دعاية إنه هو إشي كثير خرافي وهو مش خرافي لا هو يشوفه هذا الجهاز ما رح يحل محل آيفون 15 برو ماكس أو مثل محل الجالكسي S23 Ultra أو 24 Ultra ما رح يحل محلهم لا سعره 600 دولار فهو من الفئة مش المتوسطة فوق العليا ومش فئة عليا التجربة هون بالذات مع السوفتوير كانت جميلة جدا أنا بكرر حاولوا يخلوا تجربة اليوزر المستخدم ممتازة فإذا بهمك السوفتوير السلس السوفتوير اللي بيجي update بشكل دائم هذا جهاز ممتاز جدا ودائما حتخس إنه الجهاز سريع عن جد بس تستخدم التطبيقات أي شيء حيكون سريع الكاميرات اللي هون ما بقدر أحكينهم كاميرات خرافية بقدر أحكينها كاميرا جيدة جدا لكن لسه بدهم شغل طبعا أكيد تأخذ كاميرا جيدة جدا لما تكون سعر 600 دولار مش رح تأخذ كاميرا زي كاميرا الآيفون أو الغالكسي واضح ولكنها كاميرا جيدة جدا عمر البطارية جيد ليس الأفضل لكنه جيد الشاشة ممتازة الديزاين غريب يعني جهاز حتكون تحامل جهاز مش كل حدا حامله فتجربتي مع تجربة إيجابية ونعم أنصح بشراء هذا الهاتف لكن زي ما حكيت لكم وزي ما حكيت عن تجربتي وأنا عامل فيديو مراجعة اللي بدي يعرف يحضر على اليوتيوب المراجعة الكاملة فيها رأيي كامل بعض الناس سألوني عن جهازين يمكن أنا فعليا ما أنصحكاش تشتريهم السبب أنه هدول الجهازين مش موجهات لأسواقنا العربية هدول الجهازين بدك تشتريهم من أماكن مختلفة ممكن تشتري من أمريكا لكن في أغلب الأحيان بدك تشتري من الصين هدول الجهازين وايكيو دابل أو ناش برو الايكيو هذا تابع لشركة فيفو الوان بلوس تابع لشركة أوبو والأوبو والفيفو تابعين أيضا لشركة وحدة ولكن أحكي لكم بعض المواصفات للجهازين وبعدين أنت قرر بدك تشتري على مسؤوليتك لأن الجهازين عندهم مواصفات رائعة جدا من ناحية تصميم أنا عجبني تصميم الايكيو دابل أو أكثر من ناحية المعيار الماء والغبار الوان بلوس أقل الـ i-B65 الـ i-QOO من ناحية الشاشة كل الجهازين عنده شاشات رائعة بس أعتقد شاشة الوان بلوس أفضل وسطوحها أفضل بالذات لما تحضر محتوى HDR حتشوفوا السطوع العالي حتى الساعات التخزينية في عندهم 1 تيرابايت لـ 16 جيجا بايت رام معي الـ i-QOO الوان بلوس ممكن يوصل لـ 1 تيرابايت مع 24 جيجا بايت رام طبعا المعالج سناب دراجون 8 جيلي 3 عند الجهازين اللي ممكن يخليك تشتري أو ما تشتري أول شيء الكاميرات كل الجهازين عنده كاميرات مرتبة رائعة ولكن ميزة وان بلوس تعاونه مع هذا البلاد ثانيا السوفتوير تبع الكاميرا عنده أفضل معالجة الصورة عنده أفضل فلذلك أنا بحكي أنه كاميرات الوان بلوس حيكونوا أفضل من كاميرات الـ i-QOO بغض النظرة عن أرقامهم والمعدات اللي تحتهم البطارية البطارية عند الوان بلوس 5400 عند الـ i-Q دابلأو 5100 بس عند الـ i-Q دابلأو شحن سريع 120 وات وشحن لسلكي 50 وات الوان بلوس 80 وات و50 وات أعتقد مش فرق حجم البطارية فرق الشحن مش فرق السوفتوير هون أعتقد هاي الميزة بالذات وان بلوس متقدم كثير في هذا المجال فإذا أنت من الناس اللي بتتبع لموضوع السوفتوير بهمك السوفتوير نضيف سريع جميل سلس فأكيد الوان بلوس يتفوق في هاي المرحلة فلذلك نقطتين عند وان بلوس أنا بشوفهم متفوقين السوفتوير والكاميرا أما بالنسبة للسعر بالصين يعني ممكن تلاقي وان بلوس 800 دولار الـ i-Q دابلأو بين 600 و 700 دولار لكن لا تنسى هادول الأجهزة مائلة هم كفالة فإذا بدك تشتري جهاز أنا منصحك تشتري على الأقل وان بلوس ليش ما منشوف معالج سناب دراجون على لابتوب مبدئيا مش إنه مش موجود بالمرة موجود وبلشت Qualcomm تبني معالج للابتوبات معينة وصلنا نشوف هذا المعالج على هاي اللابتوبات لكنه لسحته لا ينافس معالج الـ M1 أو الـ M2 أو الـ M3 من مين؟ من أبل أيضا لا ينافس معالجات انتل من ناحية الأداء والقوة أتمنى نشوف معالج بمعمرية منخفضة يكون موجه للابتوبات الـ Windows يعطينا بطارية فعليا قوية ويعطي أداء عالي مثل ما شوفنا معي الـ M1 الـ M1 أنا استخدمته يا إخوان صرف البطارية عن جدل واحد بنسى لابتوبه بنسى يشحنه هاي أول نقطة نقطة ثانية موضوع الأداء كنت أمنتج فيديوهات 4K بسهولة من غير صوت مروحة من غير إزعاج عندي لابتوب ويندوز بمنتج 4K بدون مشاكل بس في صوت في حرارة وفي بطارية ضعيفة فلذلك أتمنى أشوف هذا المعالج من Qualcomm لويندوز لابتوب بعض الناس ببعتلي إنه بدي يشتري لابتوب ما بين 200 دولار إلى 300 دولار هل أنصح بذلك؟ أعتقد إنه ممكن تشتري بهيك مبلغ لابتوب لكن هذا اللابتوب شو تكتسوي فيه؟ هذا اللاب تقدر تعدل فيه الصورة هذا ما بتقدر تلعب عليه أي جيمز حيكون في معاناة باستخدام هذا اللابتوب يمكن لو رحت لأشياء اسمه كرومبوك بتعملها جوجل وبعض الشركات بتتعاون مع جوجل بيكون هذا اللابتوب عبارة عن لابتوب عن جد خفيف لطيف وسعره رخيص نوعا ما مش كلهم لكن مش متوفر في بلادنا فلذلك إذا ما بتروح تشتري 200 و 300 دولار هون في بلادنا هتأخذ لابتوب أي كلام وأداءه ما رح يكون مناسب أنا بنصحك ارفع ارفع الميزاني شوي وجيب لابتوب ترتاح فيه أو خليك على تابلت جيبك تابلت قوي واشتغل عليه إذا بدك يعني هذا السؤال دائما بيجيني مين أفضل كشركة؟ أبل ولا السامسونج؟ أنا بعطيك جواب مباشر شخصي بالنسبة لي أنا بفضل شركة سامسونج ليش شركة سامسونج؟ لأنه سامسونج لو اشتغلت أكثر على موضوع الإيكو سيستم رح نوخد تجربة خرافية سامسونج بتصنع لك المكيف الثلاجة الغسالة المايكرو ويف إيش بدك كمان التلفزيون والتليفون التابلت اللابتوب الشاشة كل إشي فلذلك لو اشتغلوا أكثر على إيكو سيستم متكامل بيحكي مع بعض هو موجود يعني في إيكو سيستم من سامسونج موجود بس أنا ما بشوفه متكامل زي تكامل الإيكو سيستم تبعت أبل أبل متميز في الإيكو سيستم والناس اللي بتروح لأبل وبتضلها مع أبل لأنه بنربطوا بهذا الإيكو سيستم خلص ما بعرفوش يعيشوا بدونها بدك ساعة تحب أنت ساعة أبل بدك آيفون بدك آيباد كويس أبل بدك أداء خرافي بدك الماكبوك وبدك التليفون يحكي مع هدول كلهم لآيفون قبل صحيح ما عندهش أجهز كثيرة زي سامسونج ولكن عندها إيكو سيستم قوي جداً إذا هذا الإيكو سيستم هو اللي بناسبك راح تعيش جوه هذا الإيكو سيستم ما راح تطلع حتظلك هناك على أغلب موضوع أحيان أنا شخصياً ما بيحبه هذا الإيكو سيستم ليش هتقول لي طب ليش يزارت تخوث إنت علينا يعني مرة بتقول أحسن إيكو سيستم وأنت بتقول بيحبش هذا الإيكو سيستم أنا شخصياً لما أكون على الآيفون بدي أنقل ملف من أو صورة أو whatever من الفايلز اللي جوه الآيفون أو أديهم مثلا على الكاميرا رول حتى أستخدمهم مش شي بسيط مش شي سيمبل أبداً بالنسبة لي مش شي شي سيمبل وهذه النقطة بحبهاش أنا في مرات بعقد الأمور أنا بدي أنقل من ويندوز ملفاتي على آيفون مش والله بس إشبك هالكابل يالله خلاص انقل لا لازم يكون فيه تعقدات هذه التعقدات ما بيحبها هم بيشايلينها إذا عندك ماكبوك شايلين هذه التعقدات لكن أنا بخلاص سبحان الله مش مرتاح مع الإيكو سيستم تابع أبل بفضل ويندوز لذلك سامسونج أفضل لي وإن شاء الله سامسونج تضبط الإيكو سيستم بحيث أنه عن جد يكون عندك نظام متكامل من كل أجهزة سامسونج ليش الشركات ما بتطلع عن موضوع التردد الشاشة الـ 120 هرتز وتروح لـ 144 أو أعلى بعض الهواتف عندها تردد 140 هرتز حتى بعض الهواتف المتوسطة عندها تردد 140 هرتز ولكن هذا التردد عنده إشكالية إشكالية أنه بصرف طاقة بسرعة بسحب بطارية بسرعة بعدين المشكلية الثانية أنت كشخص مستخدم تطبيقات التطبيقات ما بتدعم هذا التردد يعني عادي فأنت مش راح تحس بفرق كبير أنه والله 120 هرتز ولا 140 إذا لعبت جيم بتدعم الـ 140 هرتز تمام والشركة اللي صنعت التليفون دعمت هاي اللعبة ولعبت على 144 هرتز راح تحس أنه اللعبة سلسة حتحس بالمتعة بس هذا اللي حتحس فيها اخوان بس لكن أعتقد أنه 120 هرتز هي رائعة أتمنى أنه التطبيقات والألعاب كلها ينعملها configuration و setup و settings تناسب 120 هرتز بحيث أنه نأخذ التجربة السلسة الصحة بدك تشتريك كابل بس مش عارف أنه تشتريك كابل أصلي موضوع شراء الكابل أصلي ممكن يكون مرات سهل وممكن يكون مرات صعب بالآخر تشتري شي فعليا مش أصلي ولكن أنا بعطيك خيارات لو اشتريت من هاي الخيارات أنا بأكد لك راح تأخذ أفضل تجربة ممكنة في شركات بيصنعوا كوابل مش بس كوابل يعني إكسسورات للتليفونات هاي الشركات أنا جربتهم وجربتهم كويس Bilkin, Anchor, Ugreen وحاليا شركة المفضلة Ugreen أكثر منتجات بحبها من Ugreen وأفضل كوابل بالنسبة إلي من Ugreen يعني بأعتقد أنه منطقي جدا وما تخاف من الاسم إذا أنت ما بتعرف وما جربتهم يعني أنا عندي منتجات يعني أنا هسا حاليا عملت أوردر من أمازون الإمارات لا يمكن يمكن عشر منتجات من Ugreen راح أحكي عنهم إن شاء الله في فيديو محب منتجاتهم ومنتجاتهم الكواليتي تبعتها عالية والأداء عالي والعمر بيطول فإذا بدك ما عندك كابل أصلي لسامسونج ما عندك كابل أصلي لأي تليفون بدك يا Ugreen عندها الكابل اللي بيشتغل أصلي إن كان لآيفون أو لغالكسي الهواوي لأي جهاز وبعدين الكوابل اللي عندهم مش كوابل عادية كوابل بيدعمهم 100 واط 140 واط 240 واط حسب المبلغ اللي بدك يا وبصراحة كلهم رائعين فUgreen مش دعايق لهم هم ما بيعرفوش عن هذا الحكي على أغلب ولكن فعلا يستحقون بعض الناس بتفكر إنه الفيديو الفوركي يعني فيديو فوركي خلص انت صورت فيديو فوركي معناته راح تأخذ نفس جودة الفوركي أنا بقولك أنت غلط فيديو الفوركي من هاتف اقتصادي حقه 250 دولار أو 300 دولار مش نفس الفيديو الفوركي اللي على هاتف حقه 1300 دولار زي الجالكسي اس 24 Ultra ولا نفس الفيديو اللي على الآيفون 15 برو ماكس مثلاً حتى الكاميرات الاحترافية بتروح بتشتري كاميرا حقه 1000 دولار بتصور فيديو فوركي طب ما في كاميرا 12 الف دولار بتصور فيديو فوركي في كاميرا أعتقد 80 ألف دولار بتصور برضه في فيديو 4K رح يختلفه الاختلاف بيعتمد على الحساسات الموجودة بهاي الأجهزة أو الكاميرات الاختلاف أيضا بيعتمد على العدسات اللي بيصوروا فيها قدش دخل الضوء وضوء نقي ونضيف والاختلاف أيضا بالنسبة للهواتف على المعالج اللي بتتم لذلك تلفون متوسط ما رح يعطيك فيديو 4K نفس الجودة زي هاتف علوي مثلا زي Galaxy S24 Ultra أو iPhone 15 Pro Max أبدا مش زي بعض فأنتبه لهذا الموضوع هيك خلصت الأسئلة اللي عندي إذا عندك سؤال أكتب لي في التعليقات تابعني على الإنستغرام بحاول أجاوب على الأسئلةكم على الإنستغرام برضو إذا يعني ما زبطش إن أجاوب هون فتابعني على الإنستغرام وعلى تيك توك يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء